عملية استغلال قوائم الاحتياطية للأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف المنظمة بعنوان 2016 لن تسد العجزة الكبير في عدد الأساتذة الذي سيسجل مع نهاية السنة الدراسية خصوصا في بعض المواد كالرياضيات سيتم استغلال القائمة الاحتياطية حسب عدد المناصب الشغيرة في نسبة القطاع وللمواد التي تتوفر على القائمة الاحتياطية لأن هناك مواد لا نتوفر على مترشحين نعطي المثال بالنسبة لمادة الرياضيات على مستوى مدير التربية شرق الجزائر مثلا لا نتوفر على مترشحين لا في القائمة الاحتياطية ولا في القائمة الوطنية الأساتذة المدرجون ضمن القوائم الاحتياطية منزمون بتوجه نحو مديريات التربية لولاياتهم من أجل استلام التزام وتوقيع عليه لمباشرة عملية التكوين التي سيعلن عن تاريخها بعد الانتهاء من عملية استغلال القوائم في اليوم الأول مباشرة تم استقبال المترشحين في القائمة الاحتياطية وسلمت لهم وثيقة الالتزام التي تمت المصادقة عليها وإعادتها تم تأكيد من قبل هؤلاء المترشحين على التزامهم بالالتحاق بالمناصب التي سيعينون عليها مع الدخول المدرسي المقبل بحول الله استغلال قوائم الاحتياطية للأساتذة متواصلة إلى غاية السابع عشر من أفريل الجاري على المستوى الولائي لتنطلق بعدها المرحلة الوطنية من الثامن عشر إلى غاية السابع والعشرين من نفس الشهر في انتظار المسابقة الوطنية التي ستنظم في التاسع والعشرين من جوان المقبل